حثت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة التي تنتهي الأحد في وقت أعلنت جماعة الحوث التوصل إلى طريق مسدودة مهددة باستهداف الشركات النفط في اليمن وأعلنت جماعة الحوث وصول تفاهمات تمديد الهدنة في اليمن إلى طريق مسدودة وقال البيان أنه رغم الجهود التي بذلناها لاستثمار الهدنة كفرصة للتقدم في معالجة الأوضاع الإنسانية وأنهاء الحصار وتثبيت وقف إطلاق النار في عموم اليمن كما هددت ميليشيا الحوثي بمهاجمة الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط في اليمن ودعتها إلى وقف العمل ابتداء من مسائل أحد وإلا فسيتم استهدافها وفقا لبيان الحوثيين